رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية علنتها بأن التصدي للهجوم الإيراني كان ناجحاً وبنسبة 99% وأن إيران فشلت في هذا الهجوم إلا أن إيران من جهة أخرى قالت بأنها استخدمت صواريخاً قديمة نسخ قديمة من الطائرات المسيرة وبالتالي هي لن تستخدم أحدث أو الترسان الحديث الخاصة بها وكذلك أيضاً في نفس الوقت واحدة من الصواريخ التي سقطت إلى جنوب البحر الميت باتجاه إسرائيل كان صاروخ شهاب ثلاثة الذي رأينا كيف أن الأرشيف الإيراني في عام 2018 عندما عرضته إسرائيل عرضت بأن هناك دراسة حثيثة لوضع رأس حربي نووي على صاروخ شهاب ثلاثة مما نوعاً ما يعطي فكرة أن إيران وكأنها تجرب كيف ترسل هذا الصاروخ عندما تضع الرأس النووي على هذا الصاروخ لتدمير أو ضرب جنوب إسرائيل يعني ألا ترى بأن هذه المسألة خطيرة للغاية وإن كان الهجوم ليس ناجحاً حقيقة لطالما فهمنا بأن هناك فارق ما بين القدرات والنية فإذا هل القدرات الإيرانية تتحسن؟ نعم نعم قدرات الجميع تتحسن في ساحة المعركة طوال الوقت ولكن هل تغيرت النيات فقط لأن لديك قدرات أقوى وأفضل؟ فهل هذا يعني بالضرورة بأن عزيمتك أصبحت ماضية أكثر للهجوم؟ إن كان الحال كذلك كانت ستقع حرب في كوريا منذ عشرة أعوام السلاح النووي الكوري يتحسن وقدراتهم تتحسن طوال الوقت ولكن كيم جون أون فهم تماماً بأن أي استخدام لهذه الأسلحة النووية سيكون نهاية نظامه وربما نهايته شخصياً فأعتقد بأن ذات الأمر يسري على إيران إذا قالت بأن لدينا قدرات بإمكانها أن تمسح إسرائيل عن وجه البسيطة أيضاً هم يفهمون بأنه إذا كان لديهم النية لقيام بذلك فإيران ستمسح قبل أن تمسح إسرائيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة